على اليهود اليوم احفادوا خلي بالك من كل لفظة هل يصح ان نقول على يهود اليوم هم احفادوا القردة والخنازير والجواب بملء الفم واعلى الصوت لا لا يجوز ولا يصح لغة واصطلاحا لما لا تسجد لله شكرا على الجواب الذي ذكرت الان وساذكر لك الدليل اولم اقل لكم باننا نفخر ونشرف ونعتز بان مشاعرنا وعواطفنا من البغض والحب والكره وبان اقوالنا وافعالنا لا تخرج منا انفعالا فارغا وانما تخرج منضبطا بضوابط الشرع فلا نقول قولا منفلتا عن ضوابط الشرع ولا نبرز عاطفة متفلتة من ضوابط الشرع بل عواطفنا بالبغض والحب والكره والقول والفعل كل ما نقول وكل ما نفعل وغير ذلك منضبط بضوابط الشرع فنحن لا ننحرف عن الاسلام وسيلة ونحن نتجه الى الاسلام غاية اقول لكم لم يبقى لأولئك الذين مسخوا قردة وخنازير نسل الى يومنا هذا ولا يجوز لغة واصطلاحا ولا يجوز لغة واصطلاحا ان نسمي اليهود اليوم بانهم احفاد القردة والخنازير فهؤلاء ليسوا احفادا لهؤلاء الذين مسخوا قردة وخنازير ما دليلك على هذا الدليل قول البشير النذير صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الامام مسلم من حديث وكذلك الامام احمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع يا سلام على النبي محمد وعلى عدل النبي محمد وعلى صدق النبي محمد يقول صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا يا الله ان الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك اي قبل ان يقع المسخ بهؤلاء الذين موسخوا في القرية التي كانت حاضرة البحر هل رأيتم اعدل من هذا هل سمعتم انصع واوضح من هذا نعم نقول هم اخوان من موسخوا قردة وخنازير شوف دقة في اللفظ لكن لا نقول هم احفاد القردة والخنازير انظروا الى العدي قال شيخي وشيخ الاسلام ابن تيمية طيب الله ثراه من قال في قوم بغير عدل فقد خالف قول الله ولا يجرمنكم شناءان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ومن قال في قوم بغير علم فقد خالف قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول اشتركوا في القناة